هل هذه الأحابيث صحيحة لا زنوثة للعذاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأخواتنا المسلمات لإخواني المسلمين والمسلمات الهداية للرشاد والثبات على الحق والسلام من شر الفتن والمهدفات وأن يرزق الجميع التمسك بدينه والاقتداء من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتوفان مسلمين أما عن الحديث الذي أشارت إليه السائلة وهو النهي عن الجلوس للعزاء فلا أعرف له أصلا فيما أعلم ولكن فيه حديث في حكم مرفوع في حكم مرفوع عن أحد الصحابة يقول كنا نعد والاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة فعلى هذا الحديث الاجتماع في أجل العزاء يعتبر منهي عنه لأن النياحة منهي عنها بل هي كبيرة من كبائر الذنوب فالاجتماع لها يقول هذا الصحابة من الجليل إنه من النياحة فلا أقل من أن يكون محرما ترتيب الاجتماع ترتيب أيام محددة ومكانا محددا وإقامة مآتم وما يسمونها بحفلات التأبين أو العزاء وصنعة الطعام الكثير كل هذا يعتبر منهي عنه وأصل العزاء مشروع أو أن تعزي أخاك المصاب إذا لقيته فتقول أحسن الله عزائك وجبر الله مصيرتك وغفر لميتك إن كان ميت مسلم هذا مستحب يديني أن يكون هناك ترتيب وتحديد لأيام ومكان خاص صيني لهذا الأمر معك